أعلنت مصر رفضها البيان الصادر عن المفاوض السامي لحقوق الإنسان والذي يطلب فيه بالإفراج عن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا وقالت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بجينيف إن بيان المفاوض السامي لحقوق الإنسان يقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقالت البعثة إن وصف قرار قضائي بأنه غير عادل إهانة غير مقبولة وقالت البعثة إن إصدار المفاوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي مما يزيد من الشك في موضوعيته وأضافت البعثة أنه علاوة على ذلك يبدو أن المفاوض السام اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة ونوهت البعثة في بيانها إلى أن حقيقة أن المفاوض السامي بصدر صدور وإصدار بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ويقوض مصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي هذا وأبدت البعثة في بيانها أنها تتوقع من المفاوض السامي بصفته موظفا دوليا أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله وأن يعتمد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية داعية المفاوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار ترجمة نانسي قنقر